أهلا بكم لا متسعى لمزيد من الطفان الإخباري اليوم وذلك بعد ليل صيدوي ضربه الإرهاب ونار الناقورة الغامضة واستقالة وزير مستقيل وانتصاف النهار على قطرات سياسية حركت جمودا في علاقة حزب الله بالدوحة صيدويا فإن ملحقا انتحاريا متفرعا عن حادث مبنى السفارة الإيرانية استكمل مشروعه الإرهابي ليستهدف الجيش اللبناني هذه المرة ويلاحق حواجزه كهدف من الأولي إلى مجدليون مزنرا بحزام الناسف هوية المنتحرين على صلة بكتائب التفجير السابقة من عبدالله عزام إلى معين أبو ظهر فبقايا أحمد الأسير لكن دماء الجيش رفعت صيدة هذه المرة على كلمة واحدة دانت الإرهاب ونبذت التكفير عن المدينة الجيش الذي لف صيدة بتوق أمني كان في الناقورة يفك النزاع مع إسرائيل في اجتماعات أمنية رعتها اليونيفل وأعلن بعدها أن الجندي اللبناني الذي أطلق النار على ضابط إسرائيلي وأرداه هو سلوك فردي وإلى السلوك الفردي في السياسة حيث استقال الوزير المصرف وانسحب غاز العريض من حكومة المستقيلة هو أودع إفادته أمام النائب العام المالي وأعطى براءة ذمة لأشغاله وخرج من قصر العدل إلى مؤتمر الاعتكاف استحضر العريض كل أشكال العطف وأشرك الأولاد والأحفاد في المؤتمر حد انهمار الدمع واستودع الجميع وتمنى للصفض حكومة مديدة إذا أصبح رئيسا وجلد اللبنانين بلغة عربية متينة لا تقبل الشك في أي مشروع أنجزته الوزارة لكن هل ترحى وزير الأشغال لخلاف على الأشغال أم أن الأسفلت السياسي من وزارته إلى كليمونسو فالمختارة قد توقف عن التسفيد هل قرأ العريض بيان الاستقال علينا كمواطنين أم على زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في العراف القانونية فإنه لا يحق لوزير خدمتي أن يتوقف عن خدمة الناس والإحجام عن القيام بواجباته وإذا ألحقت استقالته ضررا بالآخرين واجبت ملاحقة الوزير المختص للوكالة التي ستسند إلى الوزير أحمد كرامي وما هو أبعد من وزارة الأشغال فإن هناك أشغالا شاقة في السياسة وودع العريض اليوم يكاد يكون موجها إلى وليد جنبلاط وقد أشرك اللبنانيون في دراما مؤثرة ليس طرفا فيها إلا عبر طلقيهم سوء الخدمات فمنذ أعوام المعادة غازي العريض هو الخط المعتمد من بيروت إلى الرياض وانتفت الحاجة إلى تعبيد طريق الشام وغداء أبواء الحتمي وعندما قدمت ترشيحاته إلى الانتخابات النيابية غاب اسم العريض عن ترشيحات الحزب التقدمي ومؤخرا قرأ وزير الأشغال جيدا في إبعاد الرفيق أبو حمزي عن عالم النفط الجنبلاطي فإذن لنبحث عن أزمة العريض في كليمونسو أما الأشغال فلها كلام آخر على الجديد